حسن نصر الله تحدث عن العديد من النقاط لنناقشها أكثر معنا من بيروت الكاتب السياسي إلياس الزغبي أهلاً وثهلاً بك سيد إلياس معنا في التاسعة عشرة لعلك استمعت بلا شك إلى هذه الكلمة لحسن نصر الله طبعاً تحدث عن العديد من النقاط ولكن أهمها التحلي بالصبر كما قال ولم يعطي موعد محدد لإنهاء هذه الحرب أو على الأقل إنهاء الجبهة اللبنانية الجنوبية قال أيضاً حسن نصر الله بأنه ستستمر هذه الحرب وستستمر هذه الاشتباكات وجبهة الجنوب تظل مفتوحة مهما كانت التبعات سيد إلياس وفق أي ذوابط وأي محددات هل تسمعوني سيد إلياس هل أنت معنا نعم نعم أعيد السؤال سيد إلياس قلت بأن حسن نصر الله تحدث نعم عن العديد من النقاط هو قال بأن الجبهة الجنوبية ستبقى مفتوحة مدام الحرب على غزة مستمرة أي أن كانت التداعيات هنا ستستمر هذه الجبهة وفق أي محددات وأي ضوابط طبعاً هو رسم الضوابط مسبقاً حين قال إن الحرب هي حرب مساندة لا يزال يصر أن المسألة هي مسألة مساندة ولم يتحدث أبداً عن حرب مفتوحة يتوقعها بل ذهب بعيداً في الاستشهاد بما يحصل في إسرائيل إعلامياً سياسياً من خلافات ومن أثمان باهظة تدفعها إسرائيل في الشمال وفي غزة كي يستنهض الهمم طبعاً هناك سردية واسعة أطلقها السيد حسن مصر الله عن نقاط الضعف في إسرائيل كي يقول إن إسرائيل ربما هي أوهى من بيت العنكبوت وفي الواقع عندما يقول إن إسرائيل تخفي أعداد القتلى والجرحة في صفوفها في الشمال يعني في اتجاه جنوب لبنان بينما يناقض نفسه حين يتحدث أن وزير الدفاع ورئيس الأركان قال ويقول إن أثماناً باهظة ندفعها في الشمال إذن المسألة هي هنا فقط على مستوى معنوي للصنهاض البيئة طبعاً لأن هناك نقداً لاذعاً داخل بيئة حزب الله عن جدوى عن مدى جدوى هذه الحرب نعم بسبب النقد داخل حزب الله أو بسبب أيضاً الحاضنة الشعبية والتحذيرات الدولية من اتساع رقعة الحرب يعني هل هذا مؤشر على أنه أدرك أن إسرائيل ليس لديها أي حدود في حربها على لبنان وبالتالي خرج بهذا الخطاب لطمأنة الحاضنة نوعاً ما وطمأنة لبنان طبعاً بالفعل هناك يعني كلام عن أن تصعيد الحرب إلى حرب أشمل ربما تكون على دفعات وليس دفع واحدة والسؤال الكبير هنا هو أن إسرائيل حددت بنك أهدافها هي تعلم ماذا تفعل ماذا تخطط وكيف ستذهب إلى الحرب الواسعة في حال حصولها ليس في رفع فقط ربما في اتجاه الشمال في اتجاه لبنان بينما حزب الله لم يحدد لنا وطبعاً بخلفيته الإيرانية لا طهران ولا الضاحية الجنوبية في بيروت حددتا لنا ما هي الأهداف ما هو بنك الأهداف الجديدة لدى طهران ولدى حزب الله في مواجهة إسرائيل هل ما زالوا عند الهدف الأساسي العنوان الرفيع الكبير إزالة إسرائيل من الوجود أم مجرد رد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية والهجمات الإسرائيلية هل هناك فرص أيضاً لتحرير الجليل الأعلى أو الجليل الشمالي في إسرائيل كما كان يهدد دائماً السيد حسن نصر الله وبعد ما بعد حيفا أم أننا نكتفي بالحروب الموضعية المحدودة في الجنوب ونرد على العمليات الإسرائيلية يعني لم يتضح ماذا يريد السيد حسن نصر الله من أهداف واضحة لهذه الحرب طيب سيد إلياس هو لازال يسر على أن جبهة الجنوب وما يقوم به الحزب في البلدات والحدود الشمالية الإسرائيلية بأنها أصابت أهدافها وأنها لا تزال مشاغلة للجانب الإسرائيلي ولكن كيف تفسر عدم حديثه عن الضربات الإسرائيلية الأخيرة سواء في بعلبك أو سور أو حتى الغارات التي وصلت إلى العمق اللبناني هو أعلن أنه كما تفعل إسرائيل يتكتم على نتائج هذه العمليات وهذه الضربات الجوية في بعلبك وسواها ولكن المسألة هي أن حزب الله مرتبك إلى درجة أنه لا يستطيع الذهاب إلى الأمام الهروب إلى الأمام في حرب واسعة مع إسرائيل ولا يستطيع الانسحاب إلى الوراء وكأنه في حالة هزيمة لذلك يترك المجال لمرجعيته في طهران كي تفاوض واشنطن هو يحمل وهاجم واشنطن أنها تستطيع أن توقف الحرب ولكنها لكن سيد إلياس هو قال بأن طهران ليس لديها أي نفوذ على قرارات فصائل المقاومة يعني في الواقع هذا ليس صحيحا يعني نعرف الجميع يعرفون أن حزب الله يأتمر بشكل أوي آخر بالمرجعية بالمتروبول موجود في طهران وهو أعلن أكثر من مرة أنه جندي في ولاية الفقه وأن ماله وسلاحه ودعمه وعقيدته وكل شيء ومن إيران إذن المسألة هي ارتباط عضوي بين حزب الله تحديدا أكثر من الحجد الشعبي في العراق وحتى أكثر من الحوسيين في اليمن يرتبط بشرة بشكل عضوي ولصيق بالقرار الإيراني سيد إلياس مع رفض حسن نصر الله إعطاء أي موعد لنهاية هذه العمليات هل نحن أمام سيناريو الحرب الشاملة واتساعها في لبنان أولا هو لا يملك حق تحديد المهل هو تحدث أن الصبر استراتيجي وطول البال وتحمل وهذه القتلة بلغوا أكثر من 300 قتيل حتى الآن في المقدمات للحرب وكيف في الحال إذا جرت حرب واسعة إذن المسألة بالنسبة لسيد حسن نصر الله وفقا لخطابه تقوم أساسا على الرد على الداخل اللبناني هناك انتقادات واسعة ليس فقط في بيئة حزب الله في المكونات اللبنانية الأخرى من سنة ومسيحيين ودروز وحتى ضمن البيئة الشعية ما جدوى هذه الحرب هو يرد على هؤلاء ويسرد ما هي الأهداف التي حققها في مساندة غزة ولكن في الحقيقة غزة تدفع الثمن هي شهيدة الآن وربما رفع ستكون الطامة الإنسانية الكبرى وكيف يفعل حسن نصر الله لإنقاذ رفع وإنقاذ غزة من هذه الكارثة الإنسانية أشكرك جزيلا شكر من بيروت كنت معنا الكاتب السياسي إلياس الزغبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر